اهلا بكم من جديد تفقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اعمال التطوير والتحديث بمقر قوات الامن في محافظة الاسماعيلية وذلك تزامنا مع بدء فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير وذلك بحضور عدد من القيادات الامنية اكد الوزير ان الاحتفال بذكرى الثورة التي ضرب رجال الشرطة من خلالها اروع الامثلة في الوطنية والتضحية يستوجب ضرورة تطوير وتحديث اساليب التدريب للقوات والافراد بما يتناسب مع المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات تواجه عمل اجهزة الشرطة ومهامها في اعادة الامن والاستقرار